لو انت طالب وبتدور على مصدر دخل وما عندكش لسه خبرة او لو انت خريج ولسه مش لاقي وظيفة تقدر تكفل بيها نفسك او لو انت اي شخص ايا كان بس المهم انك محتاج يكون معاك فلوس ومصدر دخل يبقى يا صديقي انت دخلت الفيديو المناسب لان في حالة النهاردة انا جاي اكلمكم عن وظيفة تقدر من خلالها تعمل لنفسك مصدر دخل وفي نفس الوقت بدون خبرة وتقدر كمان تشتغلها من بيتك فسواء بقى انت طالب خريج ربط منزل اي حد محتاج وظيفة يكون لها مرتب وفي نفس الوقت قدر اشتغلها من البيت او من مقر العمل وتكون بدون خبرة يبقى حلقة النهاردة لازم تشوفها للنهاية يبقى يلا بنا كده نصلى على النبي وتابعوا الحلقة دي للنهاية انا طارق صادق وانت بنوارني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معاكم طارق صادق افكركم ان انا في القناة بنقدم لك محتاج ومفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع فما تبخلش الاب اللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب وخلونا اللي يا صديقي نبدأ نتكلم عن وظيفتنا بتاعت النهاردة الوظيفة دي يا صديقي انا عملت عنها فيديو كامل قبل كده والحمد لله طلاب كتير جدا وناس كتير جدا بقى اتباعات لكل يوم الحمد لله يا طارق لقينا شغل وبنشكرك وكل الكلام الجميل ده فقررت يا صديقي اعمل الفيديو ده تاني بس المرة دي هضيف عليه حاجات جديدة وهحذركم من شوية حاجات ما خدتوش بالكم منها في الفيديو اللي فات ولقيت ناس كتير بتبعتلي دايما يا طارق الحقن ده حصل كذا والحقن ده حصل كذا فعلشان تقدر تشتغل الشغلان دي من غير ما تتواجهك مشاكل وازاي فعلا تلاقي شغل بجد والشغلان دي محتاجة ايه ومرتباتها عاملة ازاي انا جاي يكلمكو عنها بالتفصيل النهاردة اول حاجة كده صديقي لما بنيجي نقول شغلانة كول سنتر او خدمة عملة الناس ده من بتجي في دماغها يبقى دي ووظيفة محتاجة انجليزة لازم يبقى معاي انجليزة عشان يقدر اشتغل الشغلانة دي وده صديقي مفهوم خاطئ جدا لان الكول سنتر صديقي مش انجليزي بس في عربي وفي انجليزي وفي اسباني وفي فرنسي وفي روسي وفي كل اللغات اللي انت تتخيلها او متتخيلهاش لها خدمة عملة اي شركة صديقي بتتعامل مع مجموعة من البشر شوف لغة البشر دول اي بيبقوا محتاجين خرمة عمل عشان هم فلو الشركة بتاعتها بتتعامل فسوق مصري مع مصريين وعربي يبقى انا محتاج كول سنتر عربي الشركة بتاعتها تتعامل معى أجانب يبقى انا هيحتاج ان يكون في ناس انجليز وفرنساويين والمان Videسي اتسمى تتتعامل معها فلو انت النهاردة صديقي مش معاك لغة انجليزية وكل ما معاك هو اللغة العربية بتاعتك تقدر تشتغل كول سنتر؟ اه يا صديقي تقدر تشتغل كول سنتر بس طبعا مرتب العربي مش زي مرتب الانجليزي مش زي مرتب الروسي وهكذا يعني على سبيل المثال انا ليا صديقي بيشتغل كول سنتر عربي بيقبط حوالي 4200 جنيه ولينا صديق تاني معي في الدفعة بتاعتي وزميلي ومتخرج معاك من الكلية اشتغل كول سنتر ده بيقبط حوالي 8900 جنيه بنحط حوافز هنا وبنحط حوافز هنا فده بيقبط حوالي 5000 مثلا وده بيقبط حوالي 10000 يعني انت بتتكلم صديقي ان اللي بتكلم انجليزي وكول سنتر انجليزي بيقبط ضعف اللي بتكلم عربي بس طبعا ان ده مع لغة تانية فلما بيبقى معاك لغات تانية مرتبك طبيعي هيزيد لكن هل 5000 جنيه ولا 4000 جنيه وحشة؟ لا مش وحشة انا واحد كل اللي معاي اللغة العربية محتاج مثلا انا طالب او ربط منزل او حد محتاج دخل اساسي او دخل سانوي جنب الشغل بتاعي فالوظيفة دي مناسبة جدا ليك 4000 او 5000 جنيه مش رقم وحش وخلي بالك يا صديقي المرتبات دي بتزيد او بتقل حسب الشركة اللي انت فيها يعني برضو اعرف نقس شغالة كول سنتر بحوالي 3000 جنيه ومع الحوافز بتوصل ل 4500 جنيه واعرف ناس شغالة كول سنتر انجليزي مرتباتهم من غير حوافز من غير اي حاجة 14000 جنيه وبعد كده ممكن توصل ل 18 و 20 الف جنيه بالحوافز والحاجات دي واعرف ناس برضو عربي بتاخد 3500 جنيه واعرف ناس انجليزي بتاخد 7000 جنيه فهي ملهاش رقم ثابت هو على حسب الشركة او المنظمة او المكان اللي هتشتغل فيه انتو مرتباتكو عاملة ازاي؟ خلصنا النقطة بتاعت المرتبات والفلوس تعال بقنا اتكلم عن المهم بجد ازاي طاري اقدر اشتغل كول سنتر او خدمة عملة علشان تلاقي شغلة صديقي انا برشح لك 3 مصادر تقدر تدور من خلالهم اول حاجة فيسبوك الشغل زي ما انا بسميه وده موقع صديقي من خلاله تقدر تلاقي شغل في اي مكان في العالم سواء الشغل ده هيكون في شركات او من بيتك الموقع ده يا صديقي كنز حقيقي عن طريقه تقدر تلاقي شغل وعن طريقه برضو تقدر تطور من نفسك وعن طريقه برضو تقدر تزبط السي في بتاعك وللأسف ناس كتيره صديقي متعرفش اي لينكد ان ده ولا عمرهم سمعوا عنه لو عايزين يا صديقي نعمل حلقة كاملة عن لينكد ان اكتبوا لي تحت في التعليقات وبالمرة وانت تحت ما تنساش تعمل لايك انت ليسا ليه الغاية دلات ما اعملش لايك يا صديقي اعمل لايك وعمل سبسكرايب وانزل اكتب لي في التعليقات الحمدلله عشان اعرف مين صاحبنا اللي مكمل الحلقة الغاية دلواتي تقدر يا صديقي تدخل على لينكد ان وتكتب ان انت محتاج وظيفة خدمة عملة او كول سنتر وبتقدر تحدد له هل انت محتاج تشتغل الشغلات ده في مقر الشركة ولا تشتغلها من بيتك وبتبدأ بقى تشوف كل العروض الموجودة صديقي وتبدأ تتواصل معاهم وتشوف ايه الشروط اللي هم طلبينها والمرتب عامل ازاي وتروح تعمل مقابلة وكله تمام طب يا طارق انا دخلت على لينكد ان ده بعد الحلقة بتاعتك حسيت ان هو معقد شوية وانت لس ما عملت ليش الحلقة اللي بتتكلم عنه فانا مش فاهم او اتعامل معاه هاجا اقول لك يا صديقي ان انت عندك الكنز الكبير جدا فيسبوك بقى نفسه الفيسبوك صديقي عليه جروبات كتير جدا للشغل وعليه جروبات مخصوصة لوظيفة الكول سنتر بنفسها زي جروب كول سنتر جوبس ان ايجبت وده صديقي هحاول اسيبلك الرابط بتاع الجروب ده تحت في وصف الفيديو اللي هو الكلام اللي ببقى موجود تحت الفيديو وفيه جروبات تانية كتيره صديقي وبمناسبة جروبات الفيسبوك بالذات تابع الحلقة لان في نهاية الحلقة هقولك ملحوظة ونصيحة مهمة جدا 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 وهي ده صديقي اللي وقعت ناس كتير الفيديو اللي فات فتأكد ان انت تتابع الحلقة للنهاية تقدر صديقي بقى تدخل على الجروبات دي وتبدأ تدور وتشوف الشروط وتشوف الوظيفة اللي نازلة واماكن الشركات دي وهما محتاجين من البيت ولا محتاجين من مقار الشركة وتقدر تشوف معهم كل حاجة ولو انت ملقتش العرض اللي انت محتاجه ممكن انت تنزل بوست بنفسك يا جماعة انا شاب حديث التخرج او انا طالب وبدور على وظيفة كول سنتر بس يا ريت يا ريت ما تحددش المكان اللي انت فيه سبها كده مفتوحة وشوف الدنيا عاملة ازاي ممكن ادخل مسلا اقول لهم ان انا من دومياط ومحتاج الشغل ده في دومياط يطلع ان مفيش كول سنتر في دومياط بس في كول سنتر في بورسعيد اللي هو حرفان تلت ساعة ونصو ساعة تبقى هناك خلاص فده موضوع سهل انك تروح وتيجي وممكن توفر نفسك سكن هناك اساسا فانت لمجرد ان انت خلاص حطيت نفسك في محافظة معينة والوظيفة في محافظة تانية اترفضت خلاص ممكن تجي لك الوظيفة في اسكندريا وانت تقدر توفر مكان في اسكندريا وانت تعرف حد في اسكندريا تقدر تقعد عنده لغاية ما تقبض اول مرتب وتبدأ تأجر لك مكان نفس الكلام في القاهرة نفس الكلام في بني سويف نفس الكلام في سهاج ايا يكن يا صديقي حاول ما تحددش انت منين وشوف الدنيا الأول والوظيفة موجودة فين وشوف هل تقدر تروح هناك ولا الوظيفة أصلا ممكن تشتغلها في بيتك وخلي بالك حتى لو الوظيفة في بيتك ساعات بتحتاج تنزل مقر العمل سواء هتعمل المقابلة أصلا عشان يقبلوك في الشغل أو ساعات بطلبوك أنك تيجي مقر العمل عشان هيبقى فيه تدريبات لأن الناس دي الشركات بالذات المحترمة بتاخد العمل بتاخد الموظفين بتوعها وتبدأ تدربهم يعني انت كول سنتر وشغلوا الدنيا حلوة وانت شغل أصلا يعني ما عندكش خبرة قوي فبناخدك إحنا ندربك عندنا ونجيب لك ناس تدربك وإزاي تتواصل وإزاي تبقى كول شغال يعني في كول سنتر بشكل احترافي بشكل محترم فانت حتى لو اشتغلت شغالة دي بدون خبرة هم نفسهم هيشتغلوا أنهم يتوروك دايما لأن انت صديق المتحدث الرسمي بتاعهم طب يا طارق أنا دخلت على الانكت إن لم أعرفش أشتغل دخلت على فيسبوك لقيت كل الوظائف كذب وكلهم نصبين أعمل إيه دلوقتي هقول لك على الحل الثالث اللي ما تقلش في الحلقة اللي فاتت والله يا قافية الثالث واللي فاتت يا سرم قافية كده وهي صديقي مواقع التوظيف في مواقع كتير جدا صديقي كل شغلاتها انها تقولك إن فيه وظيفة في الحتة الفلانية يقدم عليها وفيه وظيفة في الحتة الفلانية يقدم عليها زي موقع وظفنا وموقع فراسنا وموقع تنقيب وغيرهم كتير يا صديقي من المواقع دي والمواقع دي هتنفعك لو أنت عايز تشغل كول سنتر أو لو أنت عايز تشغل أي شغلية تانية صديقي فإنت حتى لو أنت مش عايز تشغل كول سنتر ادخل على المواقع دي وقلب فيها ممكن تلاقي وظيفة تنفعك وتقدر تشتغلها دلوقتي سواء برضو من بيتك أو من بر بيتك المواقع ده صديقي كنوز 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 بجد لأي حد بيدور على شغل هم جمعوا لك كل الشغلات بتاعتهم وحطوها لك في الموقع عشان تدور براحتك دلوقتي يا طارق أنا خلاص لقيت الشغلان اللي بدور عليها وقلت وظيفة الكول سنتر وقدمت عليها لقيته ما طارق بيقولوا لي بعتلنا السيفي بتاعك طب أنا أعمل سيرة ذاتية أو سيفي ازاي يا طارق من ما تعلمتش هقول لك يا صديقي أنا عملت لك قبل كده فيديو بكلمك فيه عن ازاي تعمل سيفي كامل وازاي تدخل المقابلة الشخصية وتنجح فيها وازاي حاجات كتير جدا في الموضوع ده هحاول أسيب لكوا قيمة التشغيل اللي فيها الفيديوهات دي تحت برضو في وصف الفيديو رغم ان انت لغاية دلوقتي منزلتش ما عملتش لايك انت لغاية دلوقتي صديقي اعمل لايك عايزين نوصل الفيديو ده صديقي 2000 لايك لو عملتو 2000 لايك أو عيدك هعمل لك سلسلة حلقات جاية عن الشغل لو ما انفعش ده هينفع ده وههتم جدا بالحتة دي بس اشوف دعم للفيديوهات دي علشان اتشجع كمل ولو انت صديقي مكسل تشوف الحلقات اللي فات بتاعت السي في اكتبلي تحت في التعليقات ان انت محتاج حلقة ازاي تعمل سي في محترف وانا اعمل لك حلقة كاملة بشرح لك فيها بالتفاصيل المملة ازاي تقدر تعمل لنفسك سي في او سيرة ذاتية محترمة وتتقبل في اي مكان تبقى طارق والله هنمكسل اشوف الحلقة القديمة وانكسل اشوف الحلقة الجديدة اللي ستعملها وانا يعني ما عنديش خلق اللي انا اقعد اتفرج عليك بصراحة انا مش بحبك اصلا طارق ما حبش اتفرج على فيديوهاتك انا صديق انت اللي تعمل كده بس تماما عايز بقى حل كده سريع يخلينا اعمل سي في عشان خلاص انا بعد الحلقة دي لقيت الشغل هاقعد استنك يا طارق هاقل لك يا صديقي من عناية الاتنين ليك هسيب لكو تحت في وصف الفيديو برضو ان شاء الله يعني ان شاء الله ما ننسيش ولو نسيت فكروني في التعليقات رابط لتطبيق موجود على متجر جوجل عادي اسمه سي في ميكر او صانع السيرة الذاتية ده كل اللي هتعملوا انك هتدخل التطبيق ده هاقعد يقول لك اسمك ايه سنك قد ايه متخرج ولا طالب بسألك شوية اسئلة انت بتجاوب على السلة دي بعد ما تخلصت لقيه طلعلك من الاسئلة بتاعتك والاجابات بتاعتك سي في كامل سيرة ذاتية كاملة محترمة واحترافية تقدر تقدمها في اي مكان وتتقبل بها اعتقد كده يا صديقي مفيش هسل من كده وانا عامل معاك الواجب والزيادة خلونا بقى صديقي ننتقل لنقطة تانية خالص اللي هي ايه اصلا طارق فوائد ان انا اشتغل كول سنتر اول حاجة صديقي هتوفر نفسك مصدر دخل هيبق معاك فلوسة صديقي تصرف على نفسك او على دراستك او على بيتك او اي ان يكون انت عايز تشتغل ليه تاني حاجة هي ميزة وفي نفس الوقت عيب لسه نتكلم عنها في العيوب انه هو انت بتشتغل تحت ضغط ودي حاجة كويسة جدا لو بعد كده عايز تشتغل شغلانة تانية في مكان احسن او وظيفة احسن تقدر تكتب لهم في السيفي بتاعك وانت مرتاح اجيد العمل تحت ضغط ودي عبارة بيحبوها او الشركات فتخالي لما تقول لهم انا كنت شغال كول سنتر الشواءات دي مش شواءات اللي فيها مكالمات كتير جدا وضغط كبير جدا فانت لو حد اشتغلت كول سنتر انت بالنسبة لهم حد يجيد يجيد يعني العمل تحت ضغط لو جينا بقى نتكلم عن عيوب الكول سنتر هتلاقي برضو ان انت بتشتغل تحت ضغط لان للاسف اغلب الناس اللي بتكلمك هم بيكلموك اصلا عشان عندهم مشكلة هتلاقي ممكن اللي بيكلمك ده عمال يزعق وانا عندي اللي التفاصل وانا عندي اللي مش عارف ايه اعمل ايه حسب اللي اعمال وكيل فيه انا مالي انا مجرد موظف خدمة عملا انت بتزعق لنا ليه بس هو مش هيفهم ده فللاسف ممكن للاسف بتزعق في التليفون ومتعصبة وغطبان قوي فانت طبعا ساعتها ما ينفعش تتعصف فشهم لازم تبقى هادي وبارد وراسي كده وتقدر يا فندم هنهندل لك اعمل مش عارف ايه مش عادي لانك لو ما عملتش غير كده هتتفصل ما هم مش هيشغلوا واحد يقلشت من العملة ولعيب التاني يا صديقي ان انت للاسف في الشغلية دي بتقابل نصبين كتير جدا ودي اللي انا كنت بكلمك عنه في الجروبات بتاع الفيسبوك لما هتدخل على الجروبات الفيسبوك بزيت يا صديق وتبدأ تدور على شغلات وكول سنتر ممكن تلاقي وظيفة وتتقبل فيه وقولك يلا بس هتلاقي بيقولك ابعاتلي 100 جنيه عشان دي رسوم جدية او رسوم حجز او رسوم اي حاجة اي حد صديقي يطلب منك 2 جنيه فكة ما تدلوش لان مفيش حد صديقي هيشغلك وهيقولك يدفع فلوس مهما كان السبب في الفلوس دي ايه فاي حد يكلمك يقولك احنا شركة كول سنتر وهنشغلك وهنعينك وهنعملك وتقدر تجيلنا مقر العمل وتقدر نشعارف ايه بس بعتلنا 100 جنيه بعتلنا 200 جنيه بعتلنا 5 جنيه ما تبعتش حاجة صديقي وعرف ان دول على طول نصبين فما تتعملش معهم واشوف غيرهم عشان فيه ناس كتير لقيتها بعد الحلقة اللي فاتت وعشان كان عملت الحلقة دي بازد